مساء الخير تحياتي لكم جميعا بهذا الفيديو رح يكون موضوعنا فيبن مت شليسن أفعال مع شليسن طبعا شليسن هو فعل هذا الفعل بياخد بوادق كثيرة وبالتالي بصير عنا أفعال جديدة الفعل شليسن له معنى أساسي هو يغلق ولكن له معاني متعددة عديدة وهذه المعاني تظهر من خلال البوادق اللي رح تنضاف للفعل إنما حتى نبسط فكرة هالموادق بهذا الفعل بالذات الفعل شليسن يغلق لما أنا بدي أغلق وقفل بالمفتاح أب شليسن لما أنا بدي أقفل بسكليت بجوار عمود منقول أنا شليسن لما أنا بدي أغلق زجاجة مثلا بفلينة منقول فرشليسن لما أنا فوت على غرفة وقفل على حالي أنا جوه لما أنا بنسل المفتاح بالبيت والباب مقفول منقول أوس شليسن هذا تفصيط أولي للفكرة ورح نفوت بالتفاصيل القناة اسمه الفكرة الأولى هي بمعنى يغلق يعني مجموعة قاعدين بالغرفة وفي واحد حسب شوية بر أو هو بارد شوي فقال له لواحد من زمجاؤه أنه خرجة سكير الشباك كانت لبتة دصفين ستا شليسن أي يمكنك من فضلك إغلاق الشباك أب شليسن يقفل هو أغلق ولكن أقفل الشباك عارفة من سكره بالإيد تبعه الباب نفس الشيء بالإيد أما هالباب لبقى أنا سكرته وقفلته بالمفتاح صار أب شليسن الشليسن ما ينتسمى أب يعني أنا عم بقفل غرفتي لنفترض واحد ساكن بفيقي لما طلع أفال غرفته شليسة بتة ديتور أب فندو فيرتش بست كمان لنفترض واحد ساكن بفيقي وعنده صاحبه وهو طلع وبدو يلحقه الضيف بدو يلحقه فقال له شليسة بتة ديتور أب فندو فيرتش بست قفل الباب لما بتخلص شليسة بتة ديتور أب فندو فيرتش بست بالعام أحيانا منقول لا تنسى تقفل الباب بس خلصت وانت طالع أب شليسة بمعنى ينهي ينجز وعنده الاسم أب شلوس لما الواحد شو الأب شلوس لما ينهي مرحلة مدرسية أو دراسية إش هاب ماين شتوديوم أب شلوسن يعني أنا أنهيد دراستي الجامعية بهي الجملة نعرف إنه هذا الفعل شليسة بياخد هابن بالبيرفكت والبارتتسيبت سفاي تبعه جيشلوسن وهو بياخد أكوزاتيب أوبيكت عم نشوف هون ماين شتوديوم هازدود دين فتراج أب جيشلوسن كمان مستخدم بهذا المجال كثيرا لما الواحد يبرم عقد صفقة بيوقع عقد هازدود دين فتراج أب جيشلوسن واحد والله كان موعود عم يحكي لصاحبه اليوم بدي أوقع عقد بشغل أو بشي تاني لما رجع قال له هازدود دين فتراج أب جيشلوسن وقعت العقد مشي الحال أنهيته أتممته طبعا لأنه هي تحتمل معنى الإتمام ينهي ينجز أنشليسن بنفس معنى أب شليسن لكن الكيفية تختلف إشهاب ما ينفغد أن دير زويلة أنجشلوسن عم نشوف هون البسكليت بجوار العمود في أن في تماس عمودي وتم قفله بالمفتاح صحيح قفلنا بالمفتاح لكن بجوار شيء معين إشهاب ما ينفغد أن دير زويلة أنجشلوسن يعني أنا قفلت بسكليت بجوار العمود بلزق العمود يعني عند العمود أنشليسن تاخد معنى ثاني تسوشتمن إش دنك داص بي ليبا آن بسين فهو تسو بغسوران جين زولن لأن أفضل فيه دعوة برستورانت معين وأنه راح يكون فيه بدعوين كتير فواحد ضمن مجموعة نقول بظن أنه لازم نروح أبكار شوي الأفضل نروح أبكار شوي للمطعم إش دنك داص بي ليبا آن بسين فروا سوم غيستوران جين زولن طبعا وتقال بي سياقات أخرى واحد من المجموعة قال إش شليس مش أن إش شليس مش أن هون بمعنى ثوشتمن يعني أنا أؤيد هالشي نعرف إنه إش اجتم تدير ثو أنا أؤيدك أو أؤيدك هون إش شليس مش أن سوزامن شليسن راح نشوف معناها دو كانست ديتسفاي فغيدا مدير زلبن كتير تسوزامن شليسن في بسكليتتين وفي عنا لنفسرض الجنزير بالعام نقول لشخص آخر عمل له تحسن تقفل البسكليتتين بنفس الجنزير ها هي نفس الفكرة هون دو كانست ديتسفاي فغيدا البسكليتتين الدراجتين مدير زلبن كتير بها أداة قفل البسكليت زلبن كتير تسوزامن شليسن يعني تقفلون مع بعض هذا الفارق بمعنى الفعل فشليسن يغلق لنفترض قطعة أرض حكومية مثلا من قول عادة نقولها هاي أرض للدولة مغلقة مسكر بسيجة ومسكرة بغض النظر عن طريقة التسكير لكن معزولة وما مستخدمة ديزز جليند ساحة أو أرض جليند است زايت ميغغن ياغن من سنوات كتيرة فشلوسن مغلقة است فشلوسن اشهاب دي فلاشة متاينم دكل فشلوسن هون عم نعم نشوف معنى الإغلاق لكن ما بمفتاح بأداة أخرى هون الفليني هاي اشهاب دي فلاشة متاينم دكل دكل غطاء فشلوسن يعني أنا أغلقت هالفلاشة بواسطة هالفليني اللي هي الغطاء بهاي الحالة إذن هون ما عندي مكتاح فشلوسن والفعل فشليسن معنى آخر لما يكون واحد منطوي أو كتوم يمند است فشلوسن لما الواحد بيكون منطوي أو كتوم يمند داس ميتشن است فشلوسن هالصابية هاي است فشلوسن يعني منطوية طالبة بالمدرسة كمنطوية لحالة وكمان كتومة مبتخل المعنى الثاني وقليل كتير ما تتحدث مع رفقاتها بالصف أو بالمدرسة زي ريدت كاون متئيرن متشولن متشولن من زملائها بهالمدرسة إذن معنى منطوي أينشليسن يقفل على نفسه داس كند وا زوا منقول والله الولد قاله خلقته فات على الغرفة وقفل على حاله داس كند وا زوا الولد كان معصب مزعوج وهو يعني حبس نفسه بهالغرفة أفل على نفسه بهالغرفة إذن هو جوا الغرفة أين دائما بتاخد معنى أنه جوا هاتزيش إن زينمتسمى في غوركتو أين جشلسن إذن جوا وقفل على حاله أين شليسن كمان إش شليسة مينة فيشتغن ونتلاغن إن أين شبلاد أين أنا عندي ملفات أو وثائق مهمة قطيتها بدرج وقفلت عليها وهي جوا الدرج هي أين إش شليسن مينة فيشتغن انتلاغن إن أين شبلاد أين يعني أنا عم بقفل على هالمستندات المهمة بالدرج بعد ما حطيتها بالدرج أوس شليسن لا يستطيع فتح الباب هذا المعنى البسيط يعني إش هابه مش أوس قشلسن بمعنى يعني أنا حصرت برة لي إش هابه ماينش لسل شلسل في قسل نسيت مفاتيحي هون جمع شابه ماينش لسل في قسل سيت مفاتيحي جوا وأنا سكرت الباب باب البيت ما معي مفاتيح هلا أنا حصرت برة مو آين أنا آوس كمان بمعنى يستبعد إش هابه داس كفول داس زي مش أوس دير جروبة أوس شليسن فولن نسمعه كتير بحياتنا اليومية والله حاسس إنه بدون يطالعوني من المجموعة حاسس إنه بدون يحسفوني من المجموعة هون بدون يستبعدوا إش هابه داس كفول لدي شعور داس زي مش أوس دي جروبة أوس شليسن فولن حاسس إنه هن بدون يعني يستبعدوني من المجموعة أوس دي جروبة أوس شليسن فولن هن يريدون طبعا في عنا فيديو كمان حول زيش ان تشليسن وبشليسن راح حطهم كروابط لهو بيتيه هذا الفيديو زميلات زملاء إذا في أي ملاحظة أو تعليق يريدكم بأسفل فيديو وشكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة